خلونا بس نستعرض نتائج دور ربع النهائي المنديال ونتكلم طبعاً أو حنبدأ طبعاً بالكلام عن مباراة المغرب وفرنسا ومباراة الحقيقة لو كنت متوقع أن يظهر المغرب بشكل أقل خلي بالك أقل من هذا المستوى بصراحة يعني أنا شفت أن المغرب لعب بشكل رائع جداً طوال هذه وجهة نظرية طوال هذه المباراة أرجنتين وكراية طبعاً دهات 0 فرنسا والمغرب 2-0 المغرب أنا كنت متخيل مع الإجهاد الكبير جداً ومع نشوة الفرحة والجمهور اللي هيبقى المالي والعالم كله بيتكلم عن أسطورة المغرب وما يحدث في المغرب كنت متخيل لهم حيظهروا بشكل أقل من اللي ظهروا به وهنا واضح جداً 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 فرق المنتالتي تفكير وجهة نظري برضو المتفق معك طبعاً يا كابتن وخلينا أقول لك يا كابتن أنه في جزء بغض النظر عن أن ما نفعش نلوم الرجراجي في أي شيء خلاص ده مستوى تاني من كرة القدم مستوى تاني من كرة القدم دلوقتي وليد الرجراجي والمغرب إحنا دلوقتي ممكن نلوم على حاجة كان ممكن تحصل في نص نهائي كاسعالم فأحلاء نتكلم في أحلام يعني فهو أنا متخيل أن البداية المتحفزة بـ 3-5-2 أو بـ 5-3-2 أنه يلعب بـ 3 أقلوب دفاع خصوصاً في وجود رومان سايز بيعاني من إصابة أو بيشتاكي من أنه بيتحمل عليها أنا متخيل أنه كان فيه مخاطرة كبيرة أنت المكان الوحيد اللي قدرت فعلاً تجبر فرنسا أن هي تنقذ لك خط النص تشواميني وفوفانا أو ربيو أو جندوزي أو أي حد دي نقطة قوة عند المغرب ومش أقدرش أسميها نقطة ضعف عند فرنسا بس أقدر أقول أن ده من أضعف خط الفرنسا فأنت نقلت الرهان بدري كابتن وليد الركريك نقل الرهان بدري على الدفاع فنلعب بـ 5 وأبدأ بحكيمة ومزرعة ومتحفزين جداً الضريبة تدفعت بسرعة في الـ 4 يعني الضريبة السحبة بتاع الجريزمان سايزة صاب فيها سايز طلع الملعب باس مش مقصودش باس بس أظن أنت في الـ 4 أو الـ 5 اضطريت أن أنت ترجع بشكلك السطح العادي 4 في الدفاع و3 في خط النص اللي هما أملاح وقناحي وهم رابط وتبدأ بخط الهجوم بتاعك عادي والمغرب من هنا بدأ لأنه ما عندوش حاجة يبكي عليها وبدأ فعلاً يزرق قوته ما اكتسحش فرنسا هجومية لأنه ده صعب وما حدش يقدر يعمل ده مع حي مع أنه حصل مع بداية شوت تاني مع أنه حصل مع بداية شوت تاني بمنتهى الحدة عشر ده رمع ساعة الضبط أنا كنت متخيل أن الفريم مبدليني تشيرتات أو حاجة وأنا بقول لك عشان كده أنا بقول لك وأنا قاعد بتفرج أنا يعني كنت متخيل أن المغرب حيبق أقل من كده لا 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 برافو عليهم جداً يعني الضبط ألمتش ده في حد ذاته إنجاز الخسارة والخسارة من فرنسا في نفس نفس نايكاس العالم بالطريقة دي إنجاز كبير يا كابتن واللي عايز أأكد عليه كل المغربة وكل إن الوجود على نصة التتويج بالمديلية البرونزية إنجاز لابد يتحقق دلوقتي يعني ضروري الحالة دي لأنه إحنا لما يبقى المنتخب بيعتمد يا كابتن على الروح المعنوية وعلى المشاعر وعلى العاطفة بيتيجي كسرة زي دي تخلي الماتش الثالث والرابع عنده مشكلة زي ما حصل معها مثلاً مع البرازيل في 2014 بعد ما يخسر سبع من ألمانيا رجع يخسر من هولندا ثلاثة لأن النفسية والحالة المعنوية ما كانتش أفضل شيء أتمنى المغرب ما يعملش ده وأتمنى فعلاً أن أشوف المغرب ثالث العالم في الحتة دي المغرب يعني من أول دوره الثمانية بيلعب هو بطل عالم يعني هو مفروض أنه ما يكونش يعني عنده أي إحساس بالضغط الزيادة يعني حتى النهار ده المفروض أن المغرب ما عندهش أي مشكلة على فكرة هو ده لنا فجئت به بطولته الخاصة يعني هو بطل العالم الآخر يعني باقي العالم لو اتفرضنا أنه فيه تصنيف للمنتخبات يعني المشهد اللي في نهاية النهار ده معبر جداً عن العقلية اللي اتكلم عنها ياسين بونو في المؤتمرات الصحفية قبل كده لما قال إحنا منتخب ما عندناش أي وقد نقص ما عندناش مشكلة مش هنبصل أي حد منلعبه على إنه أحسن مننا احنا منلعب راس براس وند بالند مشهد حزن لعيبة المغرب بعد الخسارة النهار ده في رسالة لأنه أنا خسران وأنا زعلان وأنا خسران سمي فاينال كاس عالم ضد بطل عالم فدي تورينا قد ايه منتخب المغرب أو دي تفسر ليه منتخب المغرب وصل للدور ده وعد مجموعة صعبة يعني من الأول مرحلة احنا بنتكلم على إنه فريق يعني بالمناسبة في الاتين اللي وصلين فاينال النهار ده ماشيين مشوار أضعف من مشوار المغرب لو احنا رجعنا للمقشاط هلالك المغرب معدية مجموعة حديدية فيها كرواتيا وبلجيكا وكندا هتكرر المبارات تانية مبارات تانية معدية أسبانيا والبرتغال في الأدوار الاقصائية والنهار ده بتلعب في فرنسا مين تاقي كان ناقص لعب المغرب غير الأرجنتين والبرازين مش فاضل حد تاني صحيح فالمغرب ماشي مشوار صعب ومع ذلك اللعيبة كانت قد المسئولية النهار ده أعتقد أن قرار اللعبة بخمسة وراء أعتقد حسيته أنه قرار مش وليد قد ما هو رومان سايس لأنه هو قائد الدفاع ففكرة أنه رومان يكون عنده رغبة أنه يشارك أو إدى الضوء الأخضر للمدرب أعتقد أنه هو وليد تمسك بالأمل ده بأنه فكرة أنت بتلعب سيمين فاينال كاس عالم وأنا بحس أنه وليد ما عندهش حدود للطموح يعني ده اللي نقلولينا كلنا في المتشاط اللي فاتت رجراجي كان واضح أنه بيدخل كل المتشاط وهو واضح أنه كان بيقول اللعيبة في غرف اللاعبين جوه إحنا نقدر نكسب عكس كل ما الناس كانت بتقول كفاية يا جماعة أنتوا عملتوا اللي عليكم حتى لو خسرتوا ما فيش مشكلة أعتقد الرسالة اللي كان بيبلغها للعيبة كانت رسالة مختلفة تماما ولعيبة المغرب النهاردة كانت بتلعب فعلا وهي مش مستغربة أو مش مستصعبة المتش ففكرة أنهما كانوا زعلانين بعد المتش أنا شايف أنه هي مسج هيلة بتقول ليه المغرب وصلت للدور ده وفي المجمل هي نسخة تاريخية بغض نظر عن اعترافنا بأنه يعني قصر فترة استعدادات المنتخبات الكبيرة ساعدت أنه تحصل مفاجآت زي اليابان وزي السعودية وزي تونس وزي المغرب حتى إذا اعتبرناها بس في المجمل المتخب المغربي أنا شايف أنه هو منتخب أكتر منتخب عربي عنده السمع الأوروبية وأنا أعتقدش أنه هو يصنف إفريقي قد ما هو بيصنف منتخب أوروبي من كتر ما اللعيبة للمغربة بيلعبه في الدوريات الأوروبية ويعني ثقافيا حتى المنتخب عقليات اللعيبة حسنا كنت أتكلم عن عقليات لعيبة منتخب مصر لعيبة العقلية أوروبية والمدرب مولود في باريس وليد رجراجي ومع الجنسية الفرنسية والجنسية المغربية 3-4 لعيبة المنتخب المغربي مولودين باريس المغرب فده يسهل كتير قوي على على استيعاب ليه المغرب وصل للنقطة دي ترجمة نانسي قنقر